رزئة توافد المهاجرين إلى ليبيا ليست وليدة ثورة السابع عشر من فبراير بل سابقة لها بفترة طويلة حيث لم يكن الليبيون قادرين على السيطرة على حدودهم البرية طيلة فترة حكم القذافي بل وكان الأخير يتخذها ورقة ضغط بغي تسلب مليارات الدولارات سنويا من الاتحاد الأوروبي مقابل تأمين القارة العجوز زد على ذلك التعتيم الممارسة على ملف الهجرة حيث منعت منظمة هيومون رايتس ووتش في أبريل سنة 2009 من زيارة كافة مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا وبعد سقوط نظام القدافي كان لكتائب الثوار دور بارز في مكافحة الهجرة وتأمين الحدود في شرق البلاد وغربها كتيبة درع ليبيا ببنغازي كان لها دور بارز سنة 2012 حيث كشف حينها الشهيد محمد العريبي عن وجود عصابات منظمة لتهريب المهاجرين بمدينة الكفرة وضلوع عيسى عبد المجيد الذي يشغل حاليا منصب مستشار الشؤون الإفريقية بالبرلمان المنحل في عمليات التهريب كذلك تعطيل الإعلان الدستوري والانقلاب الذي شهدته ليبيا سنة 2014 وما نتج عنه من اضطرابات أمنية وسياسية أثر بشكل ملحوظ على ظاهرة الهجرة غير الشرعية فاشتد عود المهربين حتى أصبح تهريب البشر تجارة دولية لمجموعات منظمة بحسب مراقبين ولم تستطع الحكومة المقترحة المنبثقة عن اتفاق الصخيرات تأمين الحدود الجنوبية للبلاد خاصة بعد انسحاب القوة الثالثة المكلفة من قبل المؤتمر الوطني بتأمين وحماية الجنوب الأمر الذي أسهم في نشاط شبكات المهربين في العامين الماضيين حيث يعبر عشرات آلاف المهاجرين سنويا من مركز القارة السمراء إلى ليبيا بغية الوصول إلى أوروبا ووفق إدارة مكافحة الهجرة غير القانونية فقد بلغ عدد المحتجزين بداية نوفمبر الماضي نحو عشرين ألف شخص بزيادة سبعة آلاف عن العدد المسجل في منتصف سبتمبر 2017 وبحسب آخر أرقام المنظمة الدولية للهجرة فإن نحو من مائة وأحد عشر ألفا وخمسمائة مهاجر ولاجئ وصلوا إلى أوروبا عبر البحر منذ الأول من يناير 2017 بينهم ما يزيد عن ثلاث وتسعين ألفا وصلوا إلى إيطاليا في حين قضى أكثر من ألفين وثلاثمائة شخص أثناء محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط هذا وقد شهد شهر نوفمبر 2017 اهتماما دوليا كبيرا بملف الهجرة عبر تقرير لقناة الـ CNN زعمت فيه أن أسواق للنخاسة تقوم في طرابلس فتلقف العالم الخبر كأنه حقيقة رغم أنه لم يجري أي تحقيق في الأمر وقد كذبت منظمات المجتمع المدني الليبي التقرير وبيّنت أنه يحوي صورا من العراق مضى عام 2017 وأطل عام 2018 وسيبقى ملف الهجرة مفتوحا ما دامت الأبواب مغلقة أمام الأفارقة لحياة كريمة في أوطانهم اشتركوا في القناة